احمد معاناتك كشخص من غير محددي جنسية بدون حولت هذه المعانات الى نكتة تستخدمها على المسرح يضحبون عليها الناس هو يتحرش فيني ويفتح الموضوع هذا حسن بس الوحيد لما قالوا لك ان لولو الملة طلبت الجنسية تقلبت الدنيا قلت لها ايه تذبحها كنت قال انا طوفت وضع المهر عشر تالاف عشر تالاف حرام لو طيها طالب الوالدة كنت اعطيتك يهاب الفين قال ولها شرط ثاني الجنسية قلت لها جنسية اصار يبوني سكتونك مو قادريني يبوني سيطرون عليك انت تفتحهم ترى احمد يعني حتى في الياخور جوازي بثلت صفحات هذا بمسرحة الكشتة الكشتة لما قلت ما ختم اهم قاعد الاغنية كانت عن لندن ولف الموضوع حسن البلام وفهد البنائي رجعوا للموضوع في الموضوع هذا الناس تنطر ان انت تتحجي ايه بس انا يحز بخافي انا لا ما احبه وايد لا شوفي ما احبه وايد والله انا ممكن يعني مو شي عيب ولا عار لا مو عيب لا 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 لكن بالعكس انا لكن في ناس ممكن تنظر لها اش كثر من فئة البدون ضحة وهنا مستشهدوا بالغزو حتى حين مواقفهم في ديكاترا اللي واكفين في المستشفيات على ازمة كورونا هذا الشي ما يعني لنا ولا يسوي لنا فرق واحد بالمية صحيح انا والله العظيم في الحمد لله ان شاء الله في كل الازمات احنا خدم لهالبلد وهالكويت كلهم لكن ولا ننظر مادة ولا خانة الجنسية لا والله تشرف الكويت خلت ناس وايد الحمد لله هذا ابو فلان وهذا ابو فلان وخلت ناس محترمين انا واحد من الناس خلتني الحمد لله من نجوم الخليج يلس معروف انت حنان كويتي الحمد لله تشرف والله هذا شي يشرفني الفضل الاول والاخير بعد رب العالمين الكويت والشوخة واحد ماذا صار صحيح انت طلعت في قناة العدالة في احدى الذقاءات وتحجيت ان انت شايف نفسك ان انت مستحق حق الجنسية اوكي وهذا قلت مشاعرك صارت في حملة ومحمد جواهل تهجم عليك انا انا شوفي اولا وعلي بغيث واضطر اني يصور معاك ثاني يوم جان المسرح واعتذار وشيء انا شوفي انا والله العظيم يمكن مع احترامي للناس اللي ذكرتيهم لكن يعني بالعكس انا الحين يعني هالبلد في وجود الشوخة وهلة وشيء عمره وصل الخمسين الحمد لله اموري طيبة وبخير هالبلد هذه فاتحة بيوت كل مكان بالعالم صحيح والله العظيم تشتغل فيها هنا جاليات وجناصي يعني اول مرة نسمع عنها الحمد لله خير لك ويت سباق سباق للجميع وانا والله المواضح هذه يعني بس جرحتك شرف وتشرف فيها وسام وحقي لكن بالعكس والله العظيم ما تفرق معاي انا يعني اللي عطى داود وعطى احمد يراجع يعطيك والله العظيم ان الموضوع هذا يعني صح لما الواحد التقدير ايه انا وقتها لما تكلمت اقول لي يعني يسمع ويعرف الكلام انا قلت عطوا شي دي وش دي وش دي لاعبين مطربين فنانين قلت انا ما بيعطوني كموثل لا كمواطن كويتي لا عطني على ثباتات عطني شي عطني على اني استعق ولا ما استعق زين اما يعني عفوا الله هي مو بقلة الادب انا انا اعرف قلة الادب وعرف اتكلم وعرف اتكلم اتكلم وعرف اتكلم بالعشرة الاواخر اني ارد على اي حد بس انجرحت احمد يعني لا شي لا تقول لي ما انجرحت الكلام كان يعني شايد مو حلو مو حلو لما يصير عن اهلي زين وهو ما في كلمة حقيقة مثلا زين انت عارف انه مو حقيقة بس الناس كانت تسمع بعدين اللي تكلموا اللي تكلموا مثلا على احمد العنان متكلمين على ناس اكبر من احمد العنان مناصب اكبر سن واكبر قدر من احمد العنان بس انا احترنت علي بغيث ان حس بغلطته وسعالك وراحلك يعني شوفي الانسان يصلح اخطاء انا في ناس قالهم مثلا يا معود انت مصجك افلان افلان ولا ترد عليهم هذول هذول مخلين لا دين لا سيد ولا مطوع ولا عضو ولا شيء قبيلة ولا بنت عائلة ولا بنت ناس ولا وانا كلمات غلة الادب عبطة اللحة لما قاعد يسمعون هوائل وناس ونات وعيال ومقوة اساسا مقوة الكلام البديد مقوة مقوة كلام غلة الادب انا ممكن يعني لكن الحزب الخاطر حاليا في موجة غوية صايرة مثلا على الجميع هذا زين هذا مو زين هذا ابيض هذا اسود هذا احمر هذا لا هذا مصرح مع النقل من الوطنية لا واللي تكلمون مثلا يعني اغلبهم لا مناصب ولا عوائل مثلا معروفة ولا اهلهم اهل مناصب يعني شوفي شعرات بصراحة وايد وايد يا مي وهذه والله العظيم وايد اللي يرددون شعرات وطنية بصد شنه لماتي بصد ماكو شي ماكو شي والله ماكو شي الحين بعد بننزل انتخابات الحين بنسمع الشعرات الوطنية اللي بنقول بس شعرات وطنية والحين وتلفونك ما يسكت كل ما خلاص قرب الوقت الحين كل واحد بيطرح غضية كل واحد بيطرح موضوع الله يعين الله يعين والحمد لله وانا والله العظيم اقول لك شي يعني ما ما ازعل تأسيس بس اوه شنو من داخل ممكن يكون ولاه ولا الكويت بعد عشنا وشفنا تذي يعني ما ادري شنو بس انه والله هاد بطاعة الكويت يبوه لا تصير اللي تفرق واللي هذه خانة الجنسية لا الحمد لله والله العظيم ما في فرق ولا في شي والله شن راح شن ما رحنا لندن صارت قصة عنا